أهمية الميلاد قال الملاك يدعى اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطياهم هذا الموضوع كتير كتير مهم موضوع الخلاص فالمسيح جاء لغرض مكتوب عن الأنبياء أنهم بحثوا وفتشوا عن هذا الخلاص والخلاص طبعا هو في فكر الله الأزلي عندما أخطأ آدم وحواء لم تكن مفاجأة لله لكن الله دبر خطة الفداء في العهد القديم الله ألبس آدم وحواء أقمصة من جلد كان في ذبائح وهذه الذبائح من شوفها تكررت سواء من خلال إبراهيم أو من خلال شريعة موسى في الأعياد الذبائح المتنوعة التي كانت طبعا الهدف منها مغفرة الخطية كان رئيس الكهنة يدخل يوم في السنة في يوم الكفرة حتى يقدم عن نفسه وعن كل الشعب طبعا برش الدم المشكلة الرئيسية في الإنسان هي الخطية خطية الإنسان حاول الإنسان أن يصل إلى الله بكل الوسائل بكل الطرق حاول الإنسان أن يصل عن طريق الأعمال الصالحة عن طريق البر الذاتي عن طريق الذبائح وأعمال كثيرة حتى يرضي الله لكن الكتاب المقدس واضح مكتوب ملعون كل ما لا يعمل أعمال النموس ثم يقول كتاب لا بأعمال في بر عملناها نحن بل بمقتضى رحمته خلصنا بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح مش في أي أعمال من أعمالها لأنه بأعمال النموس لا يتبرر ذي جسد فالنموس يكشف خطية الإنسان ولكن يوجه الإنسان إلى المخلص إلى يسوع المسيح ثم طبعا في طرق كثيرة حاول الإنسان عن طريق الذبائح فالرب قال هل بكثرة الذبائح فالإنسان ينبغي أن يأتي إلى الله طبعا بصدق بأماني بتواضع بانكسار بانسحاق الروح ترجمة نانسي قنقر